رسمياً جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية وفي خطاب اليوم يدعو الأمريكيين للوحدة ويحذر من خطر الإرهاب الداخلي بالإضافة الرئيس جو بايدن يوقع مراسيم تلغي قرارات الرئيس السابق ترامب حول السفر والهجرة والمناخ الديمقراطيين رسمياً يسيطرون على مجلس الشيوخ وعدد كبير من الأخبار سوف نتكلم عنه في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شوفي ما فيه معي أنا حسين هشم من قناة شو الأخبار تحياتنا لكم متابعين من قناة شو الأخبار معكم حسين هشم وحل أجديد من برنامج شو فيما فيه نهار طويل جداً اليوم نهار تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية ورئيس جديد وعملية انتقال سلمي للسلطة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم نهار الأربعاء 20 يناير كثير عالم كانت منتظري هيدا النهار وكثير أشخاص ودول ومراقبين وخبراء ومحللين كانوا عم بيعدوا يمكن الأيام والساعات للوصول إلى هذا النهار نتيجة المخاوف الأمنية التي كانت تحصل منذ إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة وكاميلا هرس كنائبي للرئيس منذ شهر نوفمبر والأمريكيين والعالم على ترقب نتيجة لرفض الرئيس السابق الاعتراف بالنتائج واتهام الولايات بتزوير النتائج وما حصل في الكونغرس الأمريكي هو في مبنى الكابيتول نهار الأربعاء المشؤوم نهار جينيوري 6 من حالة تمرد ودخول وتدمير وإحراق وتكسير وتعدي على الديمقراطية الأمريكية نهار 6 يناير من المتطرفين ورأى العالم ورأى الأمريكيون الحزم عندما يأتي الموضوع إلى الحفاظ على الديمقراطية الأمريكية إلى الحفاظ على العمل المؤسساتي والمؤسسات الأمريكية إلى الحفاظ على الكيان الأمريكي والوحدي الأمريكي ليس هناك تهاون من أي أحد الأحزاب تنحط على جنب الفوارق الاجتماعية والأرقية والدينية كل شيء ينحط على جنب وتبقى أمريكا أولا وهذا ما حصل الجمهوريين قبل الديمقراطيين نددوا بما حصل بستة يناير وأولهم كان النائب الرئيس السابق مايك بانس والديمقراطيين والجمهوريين يدا بيد والمؤسسات الأمنية والجيش والحرس الوطني اجتمعوا وتكافلوا لحماية الوحدة الأمريكية والكيانة الأمريكية وصولا إلى هذا النهار التاريخي الذي حصل اليوم مع مغادرة الرئيس السابق ترامب صباح اليوم للعاصم واشنطن وللبيت الأبيض والانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس الحالي رئيس البلاد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس والأربعون جوزيف بايدن ونائب الرئيس كامالا هيرس كل هذا الخوف الذي كنا نحن عايشين فيه كل هذه كل تلك المخاوف من حدث أمني ما ومن حرب أهلية لصمح الله وكل تلك التقارير التي كانت عم تطلع الحمد لله إلى حد الآن مصر شيء نهار تاريخي بكل من الكلمة من معنا لرأينا الديمقراطيين والجمهوريين على منصة واحدة على منصة واحدة يعملون لهدف واحد وهو إعادة الوحدة ما بين الأمريكيين ونبذ التطرف الداخلي والإرهاب الداخلي هيدا هو العنوان العريض اللي نحن بدنا نعطيه لهذا لهذا النهار الطويل اليوم اليوم بدأ النهار على الساعة العاشرة صباحا بوصول المدعوين إلى حفل ومراسم تنصيب جو بايدن على الساعة 11 وربع صباحا بدأ الحفل رسميا وتقريبا على الساعة 11 و45 ديئة حلف جو بايدن اليمين الدستوري ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ومن بعدها انطلق بصحبة الرؤساء السابقين ديمقراطيين وجمهوريين رئيس جورج دابل يو بوش الرئيس أوباما الرئيس بيل كلينتون وتوجهوا إلى نصب الجندي المجهول وأدوا الصلاة هونيكي كمان لا يعكس الوحدة الوطنية الأمريكية نظرا لأنه نحن في أمريكا تقريبا وصلنا لشفير الهاوي نحن أخواننا كانت يعني كان نهار حساس نهار 6 يناير وكيفية التعامل مع هذا النهار والتزافر الذي حصل ونبذ العنف ونبذ التطرف الذي حصل من كل الأطراف ساهم في تهدئة الأوضاع وعودة الأمور إلى طبيعتها طيب خلينا نوصل للموضوعنا بس حبيت أنا نوه بهيدا الموضوع كونه نهار بكل ما للكلمة من معنا نهار تاريخي مش بس لأمريكا للعالم كلها للعالم كلها كان يوم نهار تاريخي لأنه كله كان عم برائب أمريكا اليوم كله كان عم بأعداء أمريكا كانوا منتظرين أنه تنهار ينهار هذا الكيان والحمد لله لم ينهار هذا الكيان ومازال موجود ومازال قوي اليوم جو بايدن عدة مواضيع بدي أطرحها اليوم بدي أتحدث عن جو بايدن ماذا قال في خطابه عن القرارات اللي أورادي وقعها هناك قرارات ومرسيم أورادي تم التوقيع عليها شو هني هايدي القرارات سوف نتحدث عن مجلس الشيوخ وسيطرة الديمقراطيين بعد ما حلفوا اليمين رسميا الصين تضع مايك بمبيو وتفرض عليه عكوبات اليوم شو تثبعات هيدا الأمر وفي أسئلة أجتنا بدي جاوب عليها فخلينا نبلج بأول موضوع في خطاب التنصيب اليوم أكد الرئيس الجديد الأمريكي جو بايدن أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين بغض النظر عن كونهم من المؤيدين له أو المختلفين معه مبرزا أن حفل تنصيبه رئيسا هو انتصار للديمقراطية وبعد بايدن بإلحاق الهزيمة هذه كتير مهمة هذه قال اليوم لأول مرة رئيس أمريكي يقول هذا عللا وعد بايدن بإلحاق الهزيمة بنزعة تفوق العرق الأبيض أو متما بتعرفوه أنتوا بالويت سيبريميسي والإرهاب الداخلي بعد أسبوعين على اقتحام مبنى الكابيتون وفي الخطاب اللي نحن عرضناه على واتساب ميديا اليوم بحفل تنصيبه بعد آدائه يمين الدستورية قال أنه نشهد اليوم بروز تطرف سياسي ونظرية تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي علينا مواجهتها والحاق الهزيمة بها وصرح بأن العنف حاول هز أركان الديمقراطية الأمريكية والكونغرس لكنه فشل وتحدث عن كون الولايات المتحدي أمي عظيمة نجحت في قطع أشوات طويلة لتحقيق الأفضل دائما وأضاف بايدا إلى أن ما تعلمه الأمريكيون من خلال الأحداث الأخيرة أن الديمقراطية سمينة جدا بايدا أنها هشة أحيانا لكنها الأقوى وسادت في نهاية المطاف وذكر أن فوزه بالانتخابات ليس انتصارا لمرشح وإنما انتصارا للديمقراطية الأمريكية مضيفا أنه يتعين فعل المزيد لمدوات جراح هذه الأمة وأضاف بايدا أنها في هذه الساعة الديمقراطية سادت اليوم نحتفل بالنصر ليس نصر مرشح ما وإنما انتصار قضية وكمان تحدث بايدا عن فيروس كورونا وحصده لأرواح مئات ألاف الأمريكيين فضلا عن كلفته الاجتماعية والاقتصادية الهائلة وتعهد بتجاوز تلك التداعيات السلبية عبر الوحدة والعمل الجاد وحماية الطبقة المتوسطة وقيم العدالة الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية وأثناء كلمته كمان دعا إلى صلاة صامدة ترحما على أرواح ضحايا الفيروس وقال تعلمنا وجود حقائق وأكاذيب خلال الأيام الماضية يجب هزيمة الأكاذيب أكيد حابب أفرجيكم على الصور هلأ أكيد هذه الصور لنائب الرئيس كاميلا هرس التي أصبحت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ هذا المنصب وهو منصب نائب الرئيس مش بس أول امرأة تتولى هذا المنصب أول امرأة من الأصول آسيوية وأول امرأة من أصول أفريقية أفريكان أمريكان أيجين أمريكان نهار تاريخي بكل ما للكلمة من معنا كمان هذه الصورة جو بايدن كان عم يخلف الرأي يمين الدستورية وازجوجته الدكتورة جيل بايدن كانت وقفة حده وحلف اليمين الدستورية على إنجيل يعود إلى العائلة ولعائلته موجود هيدا الإنجيل بالعائلة تبعوه نصر له أكتر من 140 سنة حفل كان مميز الرسالة التي بعثت اليوم من الديمقراطيين والجمهوريين كانت مميزة وما حصل اليوم يعني تزامنا مع تنصيب الرئيس جو بايدن بعث 17 نائبا جمهوريا رسالة مشتركة للرئيس المنتخب أكدوا فيها تطلعهم للعمل معا حفاظا على وحدة الأمريكيين بعيدا عن الانقسام والفرقة وقال النواب الجمهوريين هذه رسالة مهمة كمان عم تحكوا عن جمهوريين وعن الانقسام اللي صار والاتهامات اللي صارت لتنبعث رسالة من 17 نائب جمهوري في نهار تنسيب بايدن لبايدن كمان أمر مهم وقال النواب الجمهوريين في رسالة لبايدن قدمها النائب عن الحزب الجمهوري بيس فاندواين عن ولاية تكساس أنما يجمع الأمريكيين أكثر من ما يفرقهم وتابعوا نأمل الترفع عن الصراع الحزبي للحفاظ على مكانة أمريكا كأفضل بلد في العالم وأكيد من بين النواب الذين وقعوا على هذه الرسالة كان فيه ميديسن كاورسي بيري مور بيتر مايغر أشلي هنسون وعدد آخر أكيد فيه 17 نائب من الجمهوريين وقعوا على تلك الرسالة أكيد أكيد اللي صار اليوم كمان بنفس الوقت أنه الرئيس جو بايدن قد وقع على مرسيم أنا عندي صورة هذه صورة الرئيس جو بايدن توجه إلى البيت الأبيض قال لهم أنا ما عندي وقت أصلا أنه أخسروا ما عندي وقت ضيعوا لدينا عمل كثير وعلينا أن نبدأ العمل من الآن حتى المتحدث باسم البيت الأبيض ووزيرة البرس سكرتيري ووزيرة الإعلام كان عنده مؤتمر صحفي هلأ أنا بالمأطلع على الهوام بوشرة كان عنده مؤتمر صحفي في النهار الأول عنده مؤتمر صحفي في النهار الأول جو بايدن بيوقع على مرسيم وقرارات كثيرة شو صار؟ بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن عهدته الأربعاء بتوقيح 15 إجراء إجراءا تنفيذيا لمعالجة شائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وعدم المساواة العرقية وإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلافه دونالد ترامب شو عم بيصير عندنا هلأ؟ تبدأ هذه الإجراءات التي تفي بوعده التحرك سريعا في اليوم الأول من رئاسته عملية عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ فوقع قرار أنه يرجع أمريكا على الباريس Climate Accord باريس اتفاق باريس للمناخ أورادي وقعوا تشمل أيضا إلغاء التصريح الرئاسي الممنوح لخط الأنابيب النفط المسير للجدل الكيستون كمان لغى هيدا التصريح الممنوح اللي كان عاطيه رئيس دونالد ترامب كمان كمان وهذا أمر جيد جدا هذا أمر جيد جدا لا أتحدث عنه هلأ حاليا أورادي يا إخوانا بايدن هلأ الرئيس بايدن وقع على إلغاء قرار ترامب المشحف بحق الدول ذات الغالبية الإسلامية بايدن اتخذها قرار ووقع المرسوم بإلغاء حظر السفر الذي فرضه ترامب على بعض الدول التي تقتنها أغلبية مسلمة هيدا القرار وقع وأصبح نافذ فمبروك لهودي الدول اللي أهلكم كانوا محرومين من أنوا يجوا على هيدا البلد بسبب قرار من رئيس سابق كما دعا إلى تعزيز برنامج الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة أو ما يعرف ببرنامج الحالمين للمهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال رجع باكا بعث مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لإعادة هيكلة نظام الهجرة والتجنس في الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر مهم جدا ما حصل اليوم في النسبي لموضوع الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هود الاثنين لحالهم كثير مهمين كثير كثير مهمين وخصوصا لأننا نحن كجارية عربية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أمر الرئيس بارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي في جميع المباني الاتحادية يعني المباني الفيدرالية مش بكل أمريكا حيالله مبنى فيدرالي بتكون تفوتوا عليه بتكون تلبسوا كمامة وعلى جميع الأراضي الاتحادية وينهي إعلان حالة الطوارئ الوطني الذي كان أساسا لتحويل بعض الأموال الاتحادية لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كمان وقف يعني خليني أخذوا واحد واحد الماسك أو الكمامات بكن تلبسوهم بالمباني الفيدرالية ابتداة من اليوم هيدا القرار مشي وإذا بتطلعوا أنتوا بوسائل نقل هيدا الوسائل نقل بتروح من ولية على ولية كمان بكن تكونوا كتلبسين كمامات كل الأوقات كمان وقف التمويل تبع الحائط أو الجدار اللي كان ترامب عم بيعملوا ما بين أمريكا وما بين المكسيك هيدا توقف التمويل عليه فاللي عمروا عمروا وخلق بيتوقف التمويل فبوقفوا معاش بيكملوا البيئيين تمام ففي أول يوم من استلام الرئيس جو بايدن لمهام الرئاسة يوقع خمسة عشر مرسوم خمسة عشر مرسوم لقلب بعض القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ومش بس هيك مش بس هيك لك شو عملوا وجه كبير موظفي البيت الأبيض مذكرة للوكالات الفيدرالية لتجميد قرارات ترامب الأخيرة للستين يوم لمراجعتها وذلك في الساعات الأولى من تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مقالد السلطة فبعتوا للوكالات الفيدرالية قالوا نحايا لقرار مطلعوا ترامب بهودي الستين يوم الأخير روقوا علينا شوي لحتى ندرسن لهيدي القرارات ومنقلكم شو بتكن تعملوا فيهم فعملوا فريز على تطبيق القرارات اللي طلعها ترامب بالأيام الأخيرة في الحكم تابعه للوكالات الفيدرالية تمام طيب في ظل هذا الموضوع كان أيضا هناك أمر ثاني عم بيحصل اليوم هناك أمر ثاني يحصل اليوم في مجلس الشيوخ كاميلا هيريس أصبحت الآن نائبة الرئيس وعندما تصبح نائب الرئيس تصبح أنت يعني رئيس مجلس الشيوخ البرزيدن تبع مجلس الشيوخ تبع السنة وبالتالي الآن شو صار اليوم اللي صار اليوم إنه نائبة الرئيس كاميلا هيريس كمان رحت عشغلة دغري ما أخدوا بريك واللي عملوه إنه قدت اليمين الدستورية لثلاث أعضاء جدد في مجلس الشيوخ كما ترون في هذه الصورة قدت اليمين الدستورية كما ذكرنا لثلاث أعضاء للسنتور الديمقراطي جون آزف والذي تغلب على السنتور السابق ديفيد بردو للسنتور الديمقراطي رافيال وورنك الذي تغلب على السنتور الجمهورية كيلي لافر وأيضا كون نائب الرئيس كانت هي سنتور بكاليفورنيا فلما تستلم نائب رئيس لازم تسلم الكرسي تبعها لحدا فأليكس بديلا كمان سنتور ديمقراطي سوف يأخذ مكان كامالة هيريس فمتل ما شايفين قدامكم بالصورة جون آسف رافيال وورنك وأليكس بديلا قدوا اليمين الدستورية هلأ كمان قبل يعني ساعات مش ساعات يعني هلأ من ساعة قدوا اليمين الدستورية واللي يصبحوا رسميا أعضاء في مجلس الشيوخ وبالتالي بالتالي إخواننا اللي صار هلأ حاليا مجلس الشيوخ خمسين ديمقراطي خمسين جمهوري لكن كون نائب الرئيس ديمقراطية فهي الصوت الفاصل نحن نسميه بالتالي أصبح الديمقراطيين الآن يسيطرون على مجلس الشيوخ على مجلس الشيوخ موضوع أنه خمسين خمسين هيدا ما صار من سنة الألفين وواحد آخر مرة صار بسنة الألفين وواحد كان عنا مقصوم مجلس الشيوخ خمسين ديمقراطي خمسين جمهوري وبعد ست سنوات من تولي متش ميكانول السنة مجورتي ليدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ اليوم ينتهي عهد متش ميكانول كميجورتي ليدر ويبدأ عهد شاك شومر الديمقراطي كزعيم للأغلبية في مجلس الشيوخ وبالتالي بناء على ما حصل اليوم الدمقراطيون يسيطرون على كل مفاصل الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب تحت حكم الديمقراطيين وزعيمته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مجلس الشيوخ تحت حكم الديمقراطيين ورئيسه كامالا هيرس وزعيم الأغلبية شاك شومر الرئاسة الديمقراطية والرئيس هو جو بايدن فكل ما وعد فيه الديمقراطيين كل ما وعد فيه الديمقراطيين عليهم أن يطبقوا وهذا ما يفعله يعني جو بايدن من الأيام الأولى من استلامه أريدي المرسيم بلشت تطلع وأنا تحدثت في الأمس وفي الأسبوع الماضي عن بعض القرارات التي نتوقع أن يعملون عليها قريبا وأريدي المجلس الشيوخ بدأ بالعمل وهلأ نحنا قبل ما نطلع على الهوى أريدي عملوا لأول منبر بالكابنت تبع بايدن اللي هي أيفريل هين هيد أوف دي أين آي تم الموافقة عليها من المجلس الشيوخ وهيدي تعتبر أول كابنت منبر بالإدارة الجديدة يتم الموافقة على تسميتها أريدي جو بايدن حط أعضاء بالوزارات مؤقتا لحتى يتم الموافقة على الأسماء أو النوميناشن لهو يقدمها وبالتالي يعني بيبلش زمام الأمور في يعني نفس الوقت اللي كان عم بيستلم جو بايدن في الرئاسة وعم بيحلف اليمين الدستورية أعلنت الصين اليوم عن فرض عقوبات على 28 مسؤولا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدعوة يعني انتهاكهم سيادة الصين بشكل خطير وتتضمن قائمة المشمولين بالعقوبات في إدارة ترامب كل من وزير الخارجية السابق مايك بانبيو والمستشار التجاري السابق للبيت الأبيض بيتر نافارو ومستشار الأمن القومي السابق روبارت أبوراين ونائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الآسي السابق ديفرد ستيول والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت والمستشار السابق من القومي جون بولتون ومستشار رئيس دونالد ترامب في حملته الرئيسية السابق ستيف بنن عملوا عليهم عقوبات هذه العقوبات معناتها ممنوع هؤلاء الأشخاص يجوا على الصين ممنوع يتعاملوا مع شركات صينية و يعني هؤلاء الأشخاص عم تقول الصين انتهكوا انتهكوا سياسة الصين وبالتالي حسب البيان يحذر على هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين دخول دخول البر الرئيسي وهونجكو وماكاو في الصين كما أنهم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم محظور عليهم التعامل مع الصين هذا قرار قرار قوي من الصين صراحة وبتشوفوا قديش لدى الصين كره وحقد وكراهية على الإدارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكيد حين استلام بايدن لمناصب الحكم اليوم توجهت له التهنئة من رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو توجهت له التهنئة أيضا من بابا فرنسس وعدة قادة في العالم يتصلون بجو بايدن ويهنئونه باستئلام الرئاسي البلان أو الخطة تبع جو بايدن تتضمن عدد كبير من الأمور واحدة من هالشغلات البدو تتضمنها كما حكينا هو مشروع إعادة هيكلة النظام السفر والتجنيس والهجرة واللجوء إلى ويتم التحد الأمريكي الأمر الآخر هو موضوع الرعاية الصحية في أمريكا الموضوع السالس اللي الرئيس وعد فيه بالأيام المقبلة هو موضوع الحزمة التحفيزية السالسة اليوم وزيرة الإعلام أو المتحدث باسم البيت الأبيض قالت أنه رح يكون هذا الموضوع من أولويات الرئيس جو بايدن وسوف يناقشه مع الديمقراطيين في الأيام القليلة المقبلة كما ذكرنا لكم أنه جو بايدن وعد بـ 1.9 تريليون دولار قيمة حزمة تحفيزية جديدة وبشغلات أخرى وأكيد نحن نظلنا متابعين هذا الموضوع ورح نشوف شو رح يصير ورح نعطيكم كل المعلومات بما يتعلق في هذا الموضوع اليوم نهار جديد في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم رئيس جديد في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حلم جديد من حلم الديمقراطية الأمريكية وانتقال للسلطة في أكبر وأطخم وأقوى دولة في العالم نرى كيف يذهب رئيس ويأتي رئيس غيره أكيد ننتظر من جو بايدن أن يحترم وعوده وخصوصا فيما يتعلق بالأقليات وبالجاليات الموجودة ومن ضمن هذه الجاليات هي الجالية العربية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني نأمل خيرا من تلك الإدارة الجديدة فيما يتعلق بكل شيء جيد للأمريكيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية لكن أيضا كوننا عرب نأمل أيضا من تلك الإدارة خيرا فيما يتعلق بموضوع الشرق الأوسط وحل المشاكل بالشرق الأوسط والابتعاد عن الحروب وعن المشاكل السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط الشرق الأوسط يغلي صراحة الآن فنتمنى من هذه الإدارة أنه هيك تخفف هذا الغليان الموجود في الشرق الأوسط عدد كبير من تلك البلدان عم بتعاني اليمن يعاني، لبنان يعاني، سوريا تعاني، ليبيا تعاني عدد كبير ما بدي يعني إذا بدي أقعد أسكر دول نقعد لبكرة من أسكر دول صراحة عدد كبير من الدول في الشرق الأوسط يعاني نأمل أن تلك الإدارة بالإضافة إلى الاهتمام بالأمور الأمريكية الداخلية أن تنفس هذا الاحتقان الموجود في تلك الدول وتبعدنا عن شفير حرب في تلك المنطقة وشفير مجاعة نعيشه في اليمن ولبنان وسوريا وبلدان أخرى عسى أن يستقر وتستقر الأمور في تلك البلدان نظراً للمقاسي التي تعانيها تلك الشعوب صراحة في هذه الأحيان يمكن نحن بأمريكا اديقنا من كورونا اديقنا من هذه الجائحة إنما الدولة قدمت مساعدات لهذا الشعب لمرتين مساعدات مالية، مساعدات عينية، مساعدات طعام، مساعدات سكنية إنما في تلك البلدان في الشرق الأوسط مثل لبنان، مثل سوريا، مثل اليمن هناك أشخاص ينامون دون أكل عم بيموتوا من المجاعة عم بيموتوا لأنه ممعهم حق رغيف خبلز فنأمل خيراً، نأمل خيراً نأمل خيراً، أكيد العراق كمان أنا ما بدي أسكر دول لأنه ما بدي أفوت بالتسميات بس أنه هود البراسي هلأ حالياً، عراق، لبنان، يمن، سوريا، ليبيا، فلسطين كل هالبلدان اللي عم بتعاني نتيجة يعني الأزمات والفساد الموجود ما نحنا مشكلتنا من إيدنا نحنا بهيدي البلدان يعني عندكم على العدو الداخلي والعدو الخارجي نحنا أصلاً أعداء نفسنا بهيدي البلدان لأنه نحنا كلما يحطوا حدا مسؤول في السلطة بتلك البلدان بيتطلع كيف بدوا يعني عبي بيجيبه ومش فرقاني معه لا شعب ولا حدا بس اللهم نفسي يعني عسى أنه توقف هيد العقلية عقلية اللهم نفسي واللهم أنا كيف بدي عبي جيبي إلي ولعائلتي من بعد طيب بعين الله أكيد بعين الله العالم كله بعين الله أمريكا وبعين الله بلادنا والعالم أجمع نحنا وإياكم أكيد نتضرع إلى الله ونصلي إلى الله أنه يعم الأمن والسلام على أمريكا وعلى العالم أجمع وعلى الشرق الأوسط إن شاء الله بتكون بداية خير وبداية الحب وبداية سلام ومحبة ما بين الجميع وأمن وأمان وشكراً لكم على متابعتكم نتأمل خيراً من الإدارة الجديدة وإن شاء الله مش ما بعش بدي أليكم إن شاء الله كل شيء على سلام يا رب نحن وإياكم إن شاء الله مضلينا على تواصل سوف يكون لنا تغطي لي جميع الأحداث على الصعيد على صعيد أمريكا وعلى صعيد العالم سوف نتابع القرارات التي سوف تصدر عن الرئيس الحالي كمان كون لدينا متابعين كثر من مدينة ديربون سوف يكون لنا تركيز على الانتخابات التي سوف تجري في مدينة ديربون هذا العام الانتخابات العمدي وانتخابات المجلس البلدي وأيضاً في مدينة ديربون هايس وفي المدن الموجودين فيها عرب رح يكون في إلنا تركيز أيضاً أتمنى التوفيق اليوم لزميلتنا وفاء في برنامجها نتمنى منكم تحضروها الساعة تسعة بعد ساعة تقريباً برنامج أسرار مخبية رح يكون اليوم الليلي الساعة التاسعة مساء الحلقة الأولى نتمنى أن تشاهدوا وتدعموا هايدي البرامج اللي عم بتحاول من خلالها نسلط الضوء على أمور تخص أسجارية العربية والشرق أوسطية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً نتمنى منكم مثل ما بقلكم عطول مثل ما بختم لايك وفالووا لصفحتنا على فيسبوك على انستجرام على تويتر تفعيل جرس التنبيه على كل هذه الصفحات شير لهيدا الفيديو حتى تدعمونا وأيضاً انضموا إلى مجموعة الأخبار الخاصة فينا إلى نلقاكم في حلقات مقبلة من هيدا البرنامج وبرامج أخرى كان معكم حسين هيشم من قناة شو الأخبار إلى اللقاء تصبحوا على خير اشتركوا في القناة